الدول خليتين اللي تم إعلان تبقى لبنية الداخلية خلية بعشر أشخاص في الفيوم العليوبية وخلية أخرى في تاريخ القرائمات وحنعرض لكم هذه الصور حسم احنا عارفين حركة سواعد مصر اللي هدما شباب جماعة الأكوان ومسيات العميد لو تحب تعلق يعني قداما احنا قدام النموذج اللي كنا ختمنا بالكلام قدام عملية إجهاضية إجهاضة هو ده العمليات الاستباقية الوصول ودي ضربة أمنية متميزة جدا لأن الحقيقة هذه الخلية خاصة الموجودة في الصعيد واللي جاء ذكر بعض من الأعترافات بيتكلم على بنسويف على المينيا على الفيوم هذه المنطقة هتحتاج شغل كتير لفترة القادمة لكن إن الأجهزة الأمنية تصل إلى هذه المجموعة ضد أسلحة زخيرة مواد لصناعة الأبوات النسفة يعني احنا كنا قدام أيضا قائمة مستهدافة أو مستقبلية لارتكاب مجموعة من العمليات الإرهابية استغلالا لفترة الأعياد في جزء منها وربما كانتها تمتد إلى الأمنية السن حسم كلها شباب السن نرجع تاني نحط تعلمات كتيرة تحت السن طبعا تكلمنا مع حضريك قبل كده على مسألة الشريحة الشبابية وخصوصا شباب الإخوان اللي هو فجأة لقى نفسه خارج السياق قيادات بتاعته بتنتزعه من حياته وبتدفعه زي ما جيه في الاعترافات دورات تأصيل شرعي دورات استحلال للدماء وبارتكاب الأعمال الإرهابية وتكفير يعني فيه نزعة إلى دفع أولئي الشباب إلى تكفير المجتمع بصورة أو بأخرى أسف الشديد يعني وقنابل موقوطة موجودة وأنها جهزة للتحرك أحدهم كان هو الشخص اللي يعني النموذج يعني المستقبلي لهذه الشخصيات لو كان الأمن لم يصل إليها كنا هنلاقي زي إبراهيم إسماعيل أو إسماعيل إبراهيم اللي كان قدام الكنيسة بالضبط يعني ده إعداد مستقبلي وده اللي بيخلينا نقول أن ضربة متميزة لأمن الدول والأمن الوطني الحقيقي أنه يصل إلى هذه الخلايا بهذه السرعة والناس بتسأل بصراحة وخليني أحط لك السؤال يعني طب إحنا ليه بنضرب هذه الخلايا بعد عمليات يعني هو ليه ما بنقدرش نعملها قبل العمليات ده سياقات مختلفة إحنا إحنا ضبطين ثلاث خلايا ذكرناهم هنا وإحنا في حلقة الحصاد مع حضرتك من أسبوعين تكلمنا على الخلايا اللي تضبطت في العبور اللي تضبطت في الأليوبية اللي تضبطت في ودي النطرون اللي تضبطت في ودي جديد فأنت يا حبيب بتتكلمي في مجموعات عمل بتشتغل كل يشتغل في نطاقه هو ده الخلايا دي موصلهاش بعد 24 ساعة ده إحنا ما قدناش 24 ساعة من استهداف الكنيسة لا إحنا بالأجهزة الأمنية بتشتغل على خيوط معلوماتية وقت ما توصل يعني كان فيهم فيه ثلاث خلايا في ثلاث أماكن في الجمهورية وحتى كان لفت انتباهنا لده إن إحنا كنا نتكلم على العبور وعلى ودي النطرون وعلى الوادي الجديد يعني ثلاث نقط بعيد عن بعض تماما لا هي المعلومات تكملت وتوفرت وتوفق ربنا يعني توفيق ربنا وفق الناس اللي بتشتغل على هذه المعلومات في إن هما يصلوا إلى هذه الخلايا فيه استنفار بالأساس موجود من أسبوعين لفترة الأعياد ولفترة أعياد المسيحيين وأعياد رأس السنة فإحنا قدام مجموعات عمل كلها بتشتغل على مدار الساعة اللي ربنا بيوفقه وبينهي شغله وبيستكمل لغاية لما يصل إلى هذه المرحلة هي مرحلة القبض وضبط المتفجرات والكلام ده هو ده يعني ده توقيت بتاع ربنا مرحلة القبض